هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قرية البرج. ممكن الكروت كهير تتكرر. بس الكارت ده مجيش في ولا مجموعة تتطور مادي كويس يا جوزاء. يعني اللي هو يعمل مشروع الفطرة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله مافيش خسايا بالعكس في حالة تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. آآ وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مادي. يعني الحمد لله مافيش ازمات. وبديني مش كويس قوي قوي. وايه حالة امان. وايه رخاء الحمد لله من حالة مادي. آآ. في عندنا كمان ده اما ان هي اجازة. الجوزاء قر ياخد اجازة. او هي قرر ياخد اجازة. اجازة يحتفل. مجرد ايه وقفة كده شوية. نرايح من الشغل. نرايح من المسئوليات. وناخد اجازة. وكمان ده فرح زي ما تشايفين دي مرسم فرح. يعني فرح غيتي كمان. آآ فالليس اللي على وشك ان هو يتم جواز بإذن اللي هيتلم على خير. وكل حاجة هتبقى كويسة قوي. آآ. اللي هو زي عنده كمان حالة في خناقة شغلة. او مش هنقول حرب معنى حرب. في شوية كده قلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومباين ان هو كويس كده. وآآ مش فرقة معه خاص. وانه هو مبتصر مع انه اتقاذى شوية. او اتريس يعني مزاجه تعقر يعني على اقل. بس مباين انه هو تنظر انتم شايفين واقف في حرب وسام غيمة وهو مزاج مبتسم. فانت مباين آآ حاجة غير اللي جواك آآ من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. في بقى كارتين تحت بعد حلوين جدا جدا جدا. ده بقى ده اللي تتلع في المجموعة الاولى. آآآ طاقة إبداع خبر حلو. في حاجة طاقة تخلى علينا ان شاء الله كويسة جدا 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 جدا. الطاقة دي هتعملنا ات هدف. يده وزاق. انت رايح للهدف بالسرعة شديدة جدا. مش هتوقف لما توصل ده. شايفين عامل ازاي. راكب الحصول جيكي بسرعة جدا جدا. رايح لهذا. بالدفاع رايح بالدفاع كمان شريط جدا. ونجاح. بإذن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتتملها على اتمى الوقت. يعني في التمن مشروع. او لو عندك اي حاجة مسلا حاجة تشغلك بتعملها. خلاص. خلاص. هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. كيبا حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة مللقاك شوية او متاتفاك. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة اه ثبات. ثابت ومستنين. متراقب. اوكي? حاجة تخص وراء يمكن. ده حاجة ليها علاقة باوراق حكومية. حاجة بتعمل وراء حكومي. ممكن يكون قارض. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من ده يعني. او انه انت هتسيق الحكم على شخص. اه لو انت بحال التوتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك. بليز ما تطلقش احكام في الفترة دي. استنى رغاية لما الدنيا تبقى اه يعني هادية. وهي هتهدى خلاص. تدخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. وطاقة اه تأمل وحاجة كويسة جدا هدية جدا وحلوة قوي قوي قوي. استنى ومطلقش احكام دلوقتي. اه لو موضوع في ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش. الشكل الموضوع خير بازن الله وحتطلع بنتيجة كويسة جدا. اه في هنا كمان وقلتلك كارت القوة ده اه معنى قلة القوة. انت محتاج اه تواجه حاجة معينة يا اه جوزاء. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ انت هتواجهها بالدبلوماسية. اه المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك. بس مش بعنف. القريبات وحلوة قوي قوي. حلخصها بسرعة. في تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع بو اهد. اه ان شاء الله دنيا كويسة جدا. نحن حالك استقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال بفرح. او في اجازة هتطلعها انت وعيلتك. او الناس مقارنين بالنسبة لك. في شوية ضغوطات بس انت بتواجهها بسبات. اه وبتدين ان انت يعني مش متأثر كمانا بس انت تقصرت شوية. اه في طاقة خبر حلو. وفي حاجة حلوة جدا جايالك طاقة الداع. هتنورها في اللمبة. وهتشوف هدف. وهتروح له بسرعة جديدة جدا. باذن الله في نجاح اجتمال دائرة. اه في هنا زي حالة جمود او ثبات حاجة سبتة مش بتتحرك. اه ده لانك انت خايف شوية عندك مخاوف. اه في هنا اما انه انت هتزلم حد او تطلب حكم مش سريم على حد. او انه في ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة ان شاء الله بالكامل القطرة دي. اه في حالة ان شاء الله قدوء وسلام والتزام باخر عليها برج الجوزاء القطرة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع ورده ان هو انت قعد في امان الله ومسارمه في حالك مفيش اي حاجة. بس حد مترقب لك يا جوزاء. انتبه ما تديش سراك الحد. الى الناس اللي انت تستسق فيهم وجربتوهم يعني في الموضوع ده اكتر من الماضي. واجه يا جوزاء الحاجة اللي انت محتاجت واجهها بس واجهها بالممساية على ادراك. اي دي الاراية التالتة. المجموعة التالتة الاراية العامة بتاعتها الحمد الله حل جدا برضو. اه. العلاقة العاطفية بتاعتها. طيب. طيب. آآ الجوزاء عايز ايه? انا واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتم شايفين كده واقف متكتف. عارفين اللي هو خلاص ايه رفع ايده بقى. يعني يعني ما فيش حاجة اعملها استسلم. الجوزاء مستسلم. شايفة ما فيش حاجة بايده يعملها. ما فيش الخطوة مش عنده. ما فيش حاجة ممكن يعملها خلاص. آآ. نفسه في ايه كمان? يعني هلوه طيبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس. ان الاساس مش صح. شايف شريكو ازاي? شايفو. مش بقى بيبعد بمشاعره. لا بيبعد فعلا. يعني بيبعد سايب وماشي خلاص. سايب وماشي. وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها قراءة. ومش مهتم وماشي. الطاقة ما بينكم ده هاي بريستس. دي الاسرار. دي بتاعة الاسرار. فيه سر انكشف. مش ضرور ان هو يكون سر ممكن يكون حاجة كتب مستخبية وظهرت. يعني فيه حاجة كتب مستخبية وظهرت. واضح انها ظهرت لك انت يا جوزاء. عن شريكك يعني. شريكك عايز ايه? شريكك بيحبك برضو. بيحبك. وعايز يكون معاك. وعايز منك اطفال وشايفك الدافع والامان والعيلة. الحب الغير مشروط. احنا قلنا هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره الحاجات الكويسة اللي هو عملها عليك قبل كده. دي حاجات ده خير اتعمل زمان. نفسه تفتكره الحاجات دي. شايفت ازاي شايفت بتحبه وبتقدمه كتير. بتقدمه حاجات كتير جدا. قلنك انت سنة دي. مش هيكدب عليكو الدنيا دلوقتي مش كويسة. انتم محتاجين راحة. محتاجين بريك. اه هدوء كده شوية. فيه قرارات مفروض تتاخد فيه حيرة شوية فيه حد على وشك ان هو ياخد قرار. بالنسبة للعلاقة. لكن فيه تردد شديد جدا. والجوزاء. مش هتكلم عن التردد اللي عنده. هو فعلا متردد. هيبقى مش عارف يعني. نصيحتي انا يعني. ونصيحة طبعا الكروت اللي انا اتعلبت صراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها. متاخدوش قرارات وانتم منفعليين. اجلوا شوية بغاية لما الطاقة تتوازن. استميوا شوية. وبعد كده بتدخدوا قرارات. اه. البرك ده كويس. مفيد للنحيتين عشان تفكر بطريقة احسن ومتاخدش قرار يعني نبع عن انفعلي. اخد قرار نبع عن عقل. بس اللي انا احب اقولولك اطمناكي كوزاء الشريكة فعلا بيحبك ونفسك تديره فرصة تانية. اه. هو صراحة الكروت بيقاليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير. بس انا القراءة دي هي دي الطاقة اللي وصليك لها بس. يعني قلولي اخبارها ايه معي. اه. طيب دي. فرائة المجموعة التالتة. والاخيرة الحلعة تقيام تعيبها. ان شاء الله خير. استميوا شوية. انت كدهش قرار دلوقتي. وانتو اصلا يعني اليوم كهو بسنة في القرارات فما مش قلقان عليكم في الموضوع دا. طيب تعالوا نشوف صحيح تمانية ستين. حذر قوي. اخوة تتقال يا حمي. تستمي ليه حابت في. اه اوكي. يلا بقى بنتدي فقط اسئلة. معانا كده اشرة دقايق اسئلة. دعنا نشوف اللي حصل عنده الانفصال من برج الجوزات. هي رجوع ولا لأ? طيب بصوا هو انتوا عايزين ترجعوا يعني هو فيه نينة الرجوع او هو عايز يرجع الشخص يعني فيه رجوع بس فيه حد بيمنعكم. ليه? واضح ان الرجوع بنشوفه مصطحاتكم دلوقت. شايفين الاقطة دا? الاقطة دا بيحميك. دا شخص بيحميك. يعني ممكن يكون ايه? ام اب صديق حد بيخاف عليك. واقف عليك حارس. مش عايزك تاخد القرار دا دلوقت. استنى شوية. فيه حاجات هتظهر لك كمان شوية. استنى شوية يا جوزاء على موضوع رجوع دا. ما تستعجدش. انت يا عزراء الجدي. بص يعني في علي احلى كارت الصراحة في التوكل والشمس. آآ. علاقة صحية. علاقة صحية جدا. علاقة نجحة. ان شاء الله. حلت شئبتي. حلت شئبتي. حلت شئبتي فيه. مإن Alternة صفحيت. حكريfictionik. ملوك الأساء تس. مينthmوجود تسلتلتل. three little days. طيب انا اسا حبيبتي اقول لك لا. القرار لسا ما تكونش. واجبتي على الاسئلة دي على فكرة دي المدة. انا مش بتكلم في ملة نهية يعني. الفترة دي. الفترة دي لأ مفيش وجوع. الفترة دي في حيرة. ام. في شوية قلق. لا. مش شايفة اي ارتباط بالوقتي. مش شايفة انه هيحصل يعني ارتباط رسمي في الوقتي. يمكن شوية كمان يتعي. فاقول لحيكة ان شاء الله ربنا بيختل في الوقت الانسر. في الوقت يمكن مش الوقت المناسب. اه رأي رجل دالو في حرب في اكمل ولا لأ. اوكي لا راني. راني لا راني راني. راجل دالو بوسي هينا لقى فيها مشاكل كتير. اوكي? في عقبات كتير وشوية ايه? ام يعني عقبات. بس